في درسنا اليوم سوف نتحدث عن بوتستراب بروغريس بارس بالاختصار سوف نتحدث عن بعض الكلاسات من خلالها تم إضافة خصائر css لكي يضم عرض عناصر بشكل تالي يعني قم بإنشاء لك عنصر على شكل شريط التقدم إذا كنت ما زلت لست مشاركة في قناتنا قم بضغط على زر اشتراك وقم بتشغيل زر الجرس ولا تنسى اعجاب الفيديو وإضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك أفضل دروس لتعلم البرمجة مجانا كيفية الإنشائية سهلة جدا لنفترض أن ترغب الإنشائية ضمن موقعك قم بإنشاء عنصر ديف أو عناصر أخرى التي يمكنك إنشاء عناصر إشتراك من أخرى ضمنها وقم بتزويدها بكلاس يسمى progress وضمن كل ما عليك أن تقوم بإنشاء عنصر ديف آخر وكل ما عليك أن تقوم بتزويدها بكلاس يسمى progress progress ناقص bar إذا قم نعلم سوف يكون نتيجة بشكل تالي لأننا لم نقوم بتحديد النسبة لتحديد النسبة كل ما عليك أن تقوم بتزويد العنصر بالميز style لكن نتمكن من تزويد العنصر التالي بخصائص CSS نرغب بالتزويدها بالارت هنا تقوم بتحديد النسبة التي ترغب بها أن يبتلع الشريط لنفترض أرغب بها أن يبتلعها بالنسبة 50% مثل ما تشاهد وإن كنت ترغب بالتغيير الشكل كل ما علينا أن نقوم بتزويد العنصر بخصية CSS يسمى background أرصب مثلا لون الأحمد ثم اللاحق أن نقوم بتحديد اللون إلى اللون الذي نقوم بتحديدها مثل ما تشاهد بهذا الشكل يمكنك أن تقوم بتغيير الشكل الشريط إلى أي لون ترغبها الجميل بهذه الكلاسين هو أيضا أنك قادر على أن تقوم بوضع النسبة الذي يكون الشريط ممتلية يمكنك أن تقوم بكتابة هنا النص على سبيل مثال 50% سوف يتم عرضها بشكل جميل مثل ما تشاهد يمكنك أن تقوم بوضع هنا أي نص ترغب بأن يتم عرضها هنا لنفترض إذا قمت بوضع هنا بالنسبة 90% سوف يمتلع الشريط بالنسبة 90% طبعا النص قم بتحديده بنفسك هناك أيضا كلاس يسمى progress-bar-stribbed يتم استخدام الإضافة إلى التصميم هذه الخطوط طبعا إذا كنت ترغب بإضافتها كل ما عليك أن تقوم بالتزويد العنصر ديف التالي الذي يتواجد ضمن العنصر ديف الذي يملك هذا الاسم الكلاس الكلاس التالي ولكن لن يعمل معنا لأننا قمنا بوضع اللون الشريط بالشكل يدوي عبر CSS إن كنت ترغب باستخدامها يجب عليك أن تقوم باستخدام الألوان السابقة الذي يتواجد ضمن البوت سراب الذي يتم إضافة عبر هذه الاسماء الكلاسات شاهد إذا قمت بتحديث لن يتم إضافتها إذا قمت بإضافة خلفية عبر الكلاسات الجائزة للبوت سراب على سبيل سراب باك ناقص تينجر للحصول على اللون الخطر اللون التالي سوف أقوم بحصف أجل الخاصة CSS الذي قمنا بإضافتها بشكل يدوي مثل ما تشاهد قام بإضافتها وإن كنت ترغب بأن يبدو بشكل التالي يعني متحرك يمكنك أن تقوم باستخدام الاسم الكلاس التالي ضمن العنصر التالي لكي تم عرض الشريط على شكل متحرك مثل ما تشاهد أنا ليس يعني متحرك كذياتي معناها مفاعم بالحبيبية ومتحرك سوف أقوم بوضع لكم رابط تحميل الملف التالي في الوصف للفيديو سوف أقوم أيضا بوضع لكم هذه الأعناصر أيضا ضمنها لكي يسهل عليك إيجاد تلك الخصائص واستخدامها لا تقلق أبدا في الدروس القادمة سوف نقوم بإشرح لكم كيفية إن شاء مواقع احترافية بسهولة عبر بوت السراب إلى اللقاء موسيقى